شارك سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام في الدورة العاشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تحت شعار دروس الماضي تطلعات المستقبل وذلك بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيسي مجلس الشارقة للإعلام وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيزة لسعود رئيسي مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ومعالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعات الدول العربية ومعالي الدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من المسؤولين والأكاديميين والإعلاميين وتحدث سعادة وزير الإعلام في الجلسة الرئيسية بعنوان فعالية الرسائل الاتصالية بين علم السلوك والبيانات الضخمة حول أهمية فهم توجهات جمهور وسائل التواصل الاجتماعي وانتهاج المزيد من الانفتاح على تلك الوسائل لإنتاج رسائل ذات فاعلية أقوى لمخاطبة المجتمع والأجيال الجديدة مشيرا سعادته إلى أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بصورة مسؤولة وبما تمتلكه من سرعة في نقل الرسائل إلى الجمهور المستهدف أصبحت سلاحا مهما في نشر التوعية والرد على التضليل الإعلامي في مواجهة مختلف التحديات وتطرق سعادة وزير الإعلام خلال الجلسة إلى تجربة البحرين الرائدة دوليا في مواجهة جائحة كورونا مؤكدا أن أفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء استطاع أن يكتب قصة نجاح وطنية متميزة شهد لها العالم أجمع بالكفاءة والإنجاز هذا وتجمع الدورة العاشرة من المنتدى حوالي ثمانين خبيرا في الاتصال من إحدى عشرة دولة عربية وأجنبية يشاركون في إحدى وثلاثين فعالية بهدف مناقشة آليات إدارة الأزمات بأساليب اتصال مبتكرة ومعاصرة وتحديد مستقبل خطاب الحكومات للجمهور وحجم الشراكة التي تجمعهم في صناعة القرار فعالي ثمانين خبيرا في دولة عربية وأحساس سوري أتضاف شكرا